موسيقى مساكم الله بالخير في كثير من ديار المسلمين يؤذن توضع الفرش للصلاة يغطي صاحب المحل بضاعته تقام الصلاة ثم يعود لدكانه الحال في السعودية مختلف سيارات يحشر فيها وافدون وشبان يتناثر الناس والنساء والأطفال في مواقف السيارات بانتظار فتح المتاجر ألا تجوز الصلاة في ساحة السوق ورصيف الشارع لتعود الأرض مسجدا وطهورا ويرتفع الحرج لمناقشة إغلاق المتاجر والمؤسسات في أوقات الصلاة يواجه الصحافة الدكتور سعد بن مطرع تيبي الأستاذ في المعهد العالي للقضاء عبدالله العليويت الباحث الشرعي عبدالله الأحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة دار البندر والدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي نساكم الله بالخير دكتور سعد أريد أن أرجع معك من السؤال الذي طرحته أنا في المقدمة أن في بلاد المسلمين معظم بلاد المسلمين يؤذن بعض الناس يفرش يعني أهل المتاجر يفرشون بالقرب هذا المنظر كان حتى في مكة إلى عهد قريب موجود يعني يضع غطاء على البضاعة ثم يصلون يؤدي نافلته ويعود لفتح دكانه لا أحد يغلق المتاجر على النحو الذي يجري في مدن المملكة العربية السعودية ما رأيك أنت في هذه الصورة بداية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا السؤال أكيد يطرحه أي شخص خاصة منك تتحدث بلسان كثيرين يتساءلون هذا السؤال يبدو أن هناك فارق كبير بين المملكة باعتبارها دولة تبنت نظام إسلامي وجعلت الشريعة هي مصدرها وهي القائمة على تنفيذها بمعنى أن المملكة العربية السعودية جعلت في النظام الأساسي للحكم أن من واجبها أن تسوس الناس سياسة شرعية وأن من واجبها إقامة الدين فهذه قضية أظنها ليست موجودة في الدستير الأخرى في العالم الإسلامي ومن هنا كان المنطلق لكثير من الأشياء التي تفترق فيها المملكة عن غيرها باعتبار الدولة هنا كما يقول علماء النظام السياسي الإسلامي تقوم بحفظ الدين وسياسة الدنيا به فهذا المفهوم مختلف في فلسفته عن مفاهيم أخرى ولذلك يترتب على هذه الفلسفة عدد من القضايا التي فعلا ربما ينظر إليها الآخرون على أنها تحتاج إلى جواب يعني أنا طبعا هنا لا أناقش أنا مسألة يعني تطبيق الدين وأن دستور المملكة العربية السعودية مستمد من الإسلام وأنها دولة قامت على التوحيد هذا لا مرأة فيه ولا نقاش أنا أتكلم عن هذه الصورة يعني إذا كان سفيان الثوري أفتح مالا بالمؤاجرة لنفسه ولو فاتته الجماعة على أن يعمل لغيره ولو كان في ذلك إدراك للجماعة يعني أين هذا الفقه اليوم يعني وأين الفقه الذي يقول للناس هل من الفقه أن تحشر الناس سيارات وتلزمهم دخول المساجد حتى أحيانا حدث هذا في بعض الأماكن حشر ناس يعني غير مسلمين والنساء في الشوارع في المحال التجارية تخرج المرأة وتقب في الشارع في الحر أحيانا تتعرض للتحرش وأحيانا سائقها أو زوجها غير موجود هل هذا من الدين أم من التقاليد أم هي سياسات شرحية قامت ويعاد النظر فيها جميل حقيقة يجب أن نفرق بين ما هو من الدين وما هو إجراءات لحفظ الدين بالضبط هذه قضية مهمة في البداية ولذلك أنا لا أراحل ولاقش في الدين ناقش في الإجراءات يجب أيضا أن نفرق بين الأخطاء في التنفيذ والتطبيق وبين النظام نفسه فعندنا أنظمة كثيرة يخطأ في تطبيقها سواء كانت أنظمة شرطة حتى في الأنظمة التجارية في الأنظمة الاجتماعية لدينا أشياء كثيرة يقع فيها الخطأ فلا يصح أن نحتج على النظام بالخطأ لكن الصحيح أن ننظر في النظام هل هناك أشياء ربما لا يعالجها هناك أشياء ربما تترتب عليه مساوئ ومفاسد فندرس هذه القضية لأننا في جانب إجرائي وليس في جانب موضوعي هذا يبدو له الفارق عبد الله هل رأيك بهذه الصورة التي طرحتها وليتكلم عنها الدكتور سعد بالنسبة لإغلاق المحلات التجارية أنا أعتبر من المبالغة في الحث على الصلاة نعم الحث على الصلاة أمر جيد وخاصة إذا كان في النطاق الإعلامي وفي النطاق التعليمي وهذا شيء مطلوب وهذا دليل على تدين الدولة وتدين المجتمع لكن أن يصل الأمر إلى معاقبة من لا يغلق للصلاة هنا الإشكالية العقاب هذا لا بد له من دليل من كتاب أو سنة ولا يوجد دليل يوجب معاقبة من لم يغلق محله للصلاة مسألة أن هذا من السياسات الشرعية السياسة الشرعية أصلا وجدت لمصالح الناس في حين أن هذا النظام